ديام ساعة الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم نبدأ مع حضراتكم بداية أسبوع جديد بعد ما تابعنا مبارح طبعا مباراة الأهلي في انطلاقة مشواره الإفريقي أمام الحرس الوطني الناس مش راضية وناس زعلانة وناس غضبانة وبالتأكيد الحاجة الوحيدة اللي ممكن نكون كلنا متفقين عليها دلوقتي هي حالة عدم الرضا والحقيقة برضو لازم نوضح أن حالة عدم الرضا مش مرتبطة بس بالنتيجة على الإطلاق أنا بأتكلم على جمهور النادي الأهلي وبالتأكيد طبعا إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللعبين متفقين على حالة عدم الرضا عن العرض اللي ظهر بين النادي الأهلي مبارح في مواجهة بطل نايجر وقبل ما نتكلم عن أسباب حالة عدم الرضا حابب الحقيقة أقول إحنا بنشجع النادي الأهلي ليه ممكن حد يقول عشان هو نادي البطولات هو واحد من أكبر أندية العالم على مستوى التتويج وتحقيق الألقاب وده شيء كلنا متفقين عليه وممكن يقول حد تاني بسبب ثقافة الفوز حالة الفوز والرغبة في الفوز المستمرة اللي تعودنا عليها من أحسن نادي في إفريقيا وأحسن نادي في مصر وأحسن نادي يمكن كمان في الوطن العربي النادي الأهلي وده شيء برضو ما فيش عليه خلاف لكن جزء كبير جدا من قرارك بأنك أنت تشجع النادي الأهلي هو حالة المتعة إحنا نتكلم على عشرات الملايين ممكن تقول سبعين ممكن تقول ثمانين مليون بيشجعوا النادي الأهلي في منهم عشرين لعبوا كورة وعشقوا الكورة وتنفسوا كورة والناس دي في منها كتير جدا عاش رحلة طويلة جدا رحلة عمر مع النادي الأهلي حفظة فرقه وحفظة مطشاطه وحفظة أهداف وحفظة نجومه الناس دي الأهلي كان جزء من مصادر المتعة في حياتها المتعة اللي غابت وخليني أقول لحضراتكم أنه في التوقيت ده كنا مستنين أو أغلب جماهير النادي الأهلي كانت مستنية عودة المتعة من جديد آه حققنا ألقاب وحققنا انتصارات ومشينا مشوار صعبة في ظروف صعبة جدا كلنا عارفين وموافقين وفاهمين لكن الحقيقة كنا منتظرين مع بداية الموسم الجديد عودة المتعة من جديد لكورة النادي الأهلي وده اللي غاب عن مباراة الأمس الناس مزعلانة من النتيجة وفي أوقات كتيرة جدا الأهلي خسر فيها مطشاط لكن الجماهير كانت راضية لأنه حاسة أنه اللعيبة عملت على أهلي صحيح في أسباب منطقية لابد أنها تتاخد بعين الاعتبار منها عوامل الجو منها ارتفاع الرطوبة منها أرضية الملعب منها غياب فرقة كاملة عن النادي الأهلي وهي بتلاعب بطل النايجر لكن في النهاية كنا بالتأكيد مستنين كرة أحسن من كده والمشكلة تاكمن فيه عنصر واضح وصريح أكرم توفيق اللعب البارح اللي الظروف دي بالناس بالو كلها ما كانتش موجودة وما كانتش مؤسرة الروح اللعب بيها المباراة كنا مستنين على الحقيقة من كل الجمعنا في مباراة الأمس وغابت روح الفانيلا الحمرة الفانيلا الحمرة اللي بنقول عليها فانيلا تقيلة لأن الشايلة أو اللعيب اللي بيلبسها شايل فوق كتافه أحلام وطموحات وأمنيات الملايين بداية صعبة وغير موفقة خليني نقول عليها ولادة متعثرة لكن الحقيقة اللي يمكن جمهور النادي الأهلي مش هيقبله وإحنا لسه في أول للسطر كده وإحنا لسه بنتبتدي المشوار هي الأسباب والمبررات فكرة المباراة التي تكسب ولا تلعب فكرة اللعب التجاري اللي انت بتكسب بيه أو بتحقق بيه النتيجة بدون ما تمتع وتعبر عن إمكانياتك اللي بتهيالي هي إمكانيات كبيرة جدا الجيل اللي لعب المباراة دي بطل أفريقيا في نسختين متتاليتين والأسماء اللي اضفت على الفرق أعتقد أنها ما تسمحش بأي شكل من الأشكال وإحنا في أول الموسم أن إحنا نسمع أي مبررات أين كان نوحها وأين كانت أسبابها بتهيالي أنه علينا أن إحنا راجع حساباتنا كجهاز فاني بالتأكيد مستر بيتسو موسماني بيفكر في اللي جاي مش بس بتكلم على مباراة العودة لكن بتكلم كمان على الموسم ككل واللعيبة كمان محتاجة ترجع حساباتها عشان نرجع للتراك بتاعنا مرة تانية أتمنى أنه البداية تكون مش بعيدة وأتمنى كمان أنه المطش اللي جاي يكون مباراة مش هقول مصالحة لأنه الجماهير عمرها ما بتزعل من نادي الأهل الجماهير ممكن تزعل على نادي الأهل لكن ما تزعلش أبدا من كان النادي الأهل ودايما مرتبطة ودايما في مسندة فرقتها ومسندة ناديها وده بالتأكيد شعور متفع عليه الأهلوية اللي بجد نقطة انطلاق تكون تصحيح ل ظروف كتيرة جدا أعتقد أنه كنا مطاقينها ما تكونش موجودة في المباراة الأولى يعني أعتقد أنه اللعبة ارتحت بشكل كبير جدا من حالة الإجهاد مستر مسماني جهز الفريق بشكل نوعا ما يعني يليكم ببداية مشوار بطل بيدفع عن ألقابه وأهمها طبعا دوري الأبطال كنا نتمنى أن البداية تكون قوية مش بس عشان خياف موجهة فريق مش عايز أقول ضعيف ولكنه فريق مش مصنف فريق فريق مستوى أقل من العادي لكن كمان كنت بتكلم على فكرة أنك أنت تعلن عن رغبتك رغبة البطل في أنه يحافظ على لقبه وبداية تكون قوية عشان تعبر عن الرغبة دي